أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا وبفقرة التواصل مع الأطفال حديثي الولادة والمبدعة دائما جمانة بدر اليوم رح نتحدث عن كيف نختار حضانة لأبنائنا وشو المعايير اللي ممكن ناخدها بعين الاعتبار ونختار هذه الحضانة حتى نحط فلذة أكبادنا في هذا المكان الآمن ضمن الشروط والمعايير المتعرف عليها واللي بتشكل بيئة آمنة للطفل أهلا وسهلا فيك جمانة وصباح الخير كيف حالك تمام؟ نشتاقك طيب خلينا نقول يعني هلأ بلش الموسم بلشت المسيجات تيجي على الموبايلات والإعلانات وكذا وإنه إذا بدك تسجل ابنك بالموسم الجديد اللي هو 2015-2016 من هلأ بيبلش التسجيل لما منحكي حضانة إحنا منحكي عن تقريبا الفئات العمرية تلت سنين ومرات سنتين حتى في بروحوا على الحضانة طيب منحكي عن أطفال لسه يعني ما بقدرواش يعتمدوا على حالهم بحاجة لرعاية كبيرة في أطفال لسه ما نطفوا بيستخدموا الحفاظة ممكن بياخدوا رضعة يعني في مرحلة الرعاية اللي بدها اهتمام بشكل كتير كبير فبنيجي منحطهم بمكان شو المعايير اللي ممكن الأهل يلفوا مثلا يشوفوا بكذا حضانة ياخدوها بعين الاعتبار حتى يبقوا مطمئنين على طفلهم أو طفلتهم في هذا المكان هلأ زي ما انت حكيتي حسب العمر اللي انت بدك تحط فيه هلأ في عنا احنا عمر الكي جي وون كي جي تول هوبستان تمهيدي هذول الأربعة سنين وخمس سنين لسه هذا الطفل يتحدث يعني ممكن يروح ويحكي لك شو صار معاه فبتقدر يتعرف في انه في المكان الصح ولا لا بس العمار الأصغر هلأ لأنه يعني صار طبيعة عمل الأم بحاجة انها من عمر أصغر من هيك تحط ابنها فهلأ صار في عنا البري وون والبري تو اللي هن من السنتين للثلاث ومن الثلاثة للأربعة عم بيكونوا بالحضانات فهذا العمر اللي هو الطفل ما رح يقدر بلك يعبر لك تمام شو عم بيصير معاه فبدك انت تكوني مرتاحة انك حططي في مكان آمن علشان انت تقدري يعني كمان تكملي يومك وتشتغلي مثلا براحة بدك تكوني متأكدة انه طفلك بمكان آمين كل شيء كل الرعاية اللي انتي ممكن تعطيه هي بالبيت موجودة بالمكان اللي انت حططي في فهو قرار موسهل يعني الحضانة اللي بدك تتنقيها بالآخر لابنك فبدها بحث يعني كيف كان زمان الناس بوين نحط بمدارس هلأ صار وين نحط بحضانات يعني موضوع مهم وموسهل يعني وصار في كتير حضانات هلأ الحضانات المفروض في إلها أشياء باسيك المفروض تكون فيها هاي متابعة من الوزارة يعني عشان ياخدوا ترخيص لكن ما منعرف انه هن مراقبين كامل ولا لأ بالآخر فبالآخر اللي انتي كل حضانة فيها السلوكيات او الاشياء اللي هن بيشتغلوا فيها يعني بعدين بدنا هاي اللي انتي تتأكد منها أما المفروض انه كلها تكون على المعايير الصحة يعني كيف بنى الحضانة بالضبط يعني خلينا ناخدهم واحدة واحدة خلينا نقول اول اشري اول ما نشوف منشوف البناء 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 المفروض انا بعرف انه يكون خصصا لهاي الفئة العمرية طابق واحد ما يكونش فيه ادراج المفروض ما يكون فيه ادراج ويكون طابق واحد صح عشان الامرجنسيز او الطوارئ او هيك دائما بيقدروا يطلعوا بدك تشوفي الامان والسلامة بالمكان من ناحية لما تدخلي عليها من ناحية ادراج من ناحية كهرباء الابواب الشبابيك فيها امان ولا لا حتى الالعاب اللي بيستخدموها للعمر اشياء صغيرة نظافة كتير مهم من نظافة كمان نظافة الالعاب اللي بيستخدموها نظافة المكان نظافة الحمامات مثلا كتير مهم اذا الاطفال كتير صغر الحمام او يعني عمره السنتين والثلاثة بيقدروا يروحوا على الحمام او بدهم مساعدة بس الحمامات مثلا كبيرة ولا صغيرة فالاطفال رح يعرفوا يستخدموها لحالهم ولا لا هذا مهم ان نطلع عليه اظن هلأ حتى جمعنا ما بيعتوا ترخيص للحضانات اذا الحمامات مش مصممة على قبل المغارب صح والطايلت سيت وكلها انو لازم تكون صغيرة غير هيك ما بيعتوا ترخيص بس ممكن تكون حضانة مرخصة قديمة يعني او شي فابدك تنتبهي كتير مهم الطاقم اللي بيشتغل بالحضانة اول اشي هن مؤهلين مدربين عندهم شهادات خبرة يعني مناسبة كمان هلأ ممكن يكونوا مؤهلين بس ما بتعاملوا مع الاطفال بالحب او الرفقة او اللطف اللي احنا منحب يكون مع طفلنا فهي الاشياء لازم ننتبه عليها كمان عدد الاطفال لا عدد المدربين او المدرسات يعني اذا كانت العدد كتير كبير وبس فيه تنتين او تلاتة بتحسينوا لا ابنك ما رح يوصلوا الاهتمام اللي لازم لهذا العمر او لا بهذا الصف فكتير مهم عدد كمان العاملين مناسب للاطفال او لا وعدد الاطفال كمان اذا كان كتير كبير برضه بتحس انه طفلك ما رح يحضى اديك احد اقصى لازم يكون بالصف ما حسب حجم الصف او المكان يعني بيعتمد حسب المعلمات حسب المعلمات وعددهم ممكن بصف واحد يكونوا تلات معلمات مثلا بيسيطروا او اتنين يعني بالزبط كمان مهم نعرف مثلا اعمار باقي الاطفال عشان برضه ما يكون طفلك اصغر طفل بصف كامل او اكبر طفل بصف وهم كلهم صغار فحلو تعرف انت هاي الحضانة اصلا ايش الاعمار اللي موجودة هلأ فيها فطفلك رح يكون ملائم عمره لقلهم ولا لا لانه مرات ممكن الحضانات بيمشوا بيقولوا لك اه اه لا بفي بس هو ما يكون فيه فمهم انت تراقبي عن جد طبعا لما تنقي حضانة لازم تزوريها مرة ومرتين وثلاثة تشوفي الاولاد وهن فيها كيف عم بيتعاملوا كيف عم بيمشوا موضوع النظافة كمان مرة نوعية المكيت حتى كمان مهمة فيه نوعيات معينة بمواصفات ومعايير معينة لازم تكون موجودة بالحضانات اللي هي بتكون امنة غير قابلة للاشتعال صح مثلا لا صمح الله اذا صار حريق الالعاب الموجودة او الادوات اللي بيستخدموها كمان ادوات آمنة غير مؤذية صح صح كل هذا لازم ننتبه عليه الالعاب حتى نوع الالعاب اللي بيستخدموها او نوع المنهاج اللي بيستخدموه كمان مهم تعرف المنهاج لانه مثلا انتي بدك منهاج منتسوري اللي هو كل الأطفال كل الأعمار بنحط مع بعض انتي هذا براديتي ولا لا ولا منهاج ديني ولا منهاج ترفيهي فقط ولا منهاج تعليمي ولا عاملين كومبنيشن بالضبط التوجه مهم انتي تكوني عارفتي بزات اذا الطفل ثلاث سنين وطالع لانه رح يتأثر بالمنهاج وروح عم بيتعلم يعني هو مش زمان كانوا الحضانات بس عشان انه بس اضي وقت من هون لالأمتي يعدوا وفتحوا لهم تلفزيون بزاعة مع فكرة فيه يعني هلأ هاي انه بس زي كأنه بيبي سيتر يعني قعدم مع الطفل بيفتحوا لهم تلفزيون وعبال ما أهليهم يخلصوا دوام ويرجعوا ياخدوهم في هالأهالي لأ ما برضو أبدا لو عرفوا انه فيها تلفزيون ما بدهم التلفزيون بشوفوا بالبيت هون أنا بدي تفاعل بدي تفاعل مع الولاد الثانيين مع مع المعلمات مع أدوات ما بدي يعود قدام تلفزيون فهذا كله برجع على انتي إيش اللي بدك إياي يعني لابنك بعدين كمان أنا بحب الأهل اللي يكونوا عارفين كل المعلومات عن الحضانة ما يتفاجأوا بعدين مثلا حتى قديش لازم تدفعي للحضانة ويكونوا بعدين اسأليهم ايش فيه أشياء بعدين بتيجي لأنه مرات بتسجلي وبعدين بحكوا اه صحيح انسينا تتفاجأوا او هالأو هالأصريف أخرى عشان هيك وبدنا عشان هيك فما عشان ما تتفاجأوا بعدين اسألوا كل شيء قبل اسألوا عن أوقات الدوام بالضبط عشان انتي إذا بتشتغلي ما بدين نطلع لا اليوم لازم تتأخروا في أيام هيك يعني كوني أعرفي بالضبط أوقات دوامهم علشان تنتظر معاكي ولا لا التقويم مرات بيعطوا لسنة دراسية كاملة حلو تعرفي مثلا إذا في عندهم مثلا صندوق إسعافات أولية عندهم ناس مدربين يعملوا إسعافات أولية لا سمح الله لو صار شيء بالطفل في عندهم طبيب ممرض أو طبيب مقيم أولي ما فيه بس أنه يكون قريب طبيب انتوا بتتعاملوا معه قريب بيجيب سرعة هذه أشياء مهمة تكونوا بتعرف فيها مثلا تتأكدوا أنه فيه مجال للتواصل معاهم طول الوقت مدام ابنك موجود أنه فيه تليفون بالرد عليه دايما أو أنه بقدر أتواصل معاكم لو صار في شيء أو أنتوا تتواصل معاكم فيه ناس بربطوها بعض الحضانات برضو بتكون فيه كاميرات مربوطة على موبايلات أو الهواتف النقالة للأهالي بيقدروا أي وقت بفوتوا على النت وبكونوا شايفين ابن هذا صحي ولا لا هلأ هو مرات ما عم بيكون صحي للأهل بطل وفيه ناس بعرفهم صاروا يفتحوا الشاشة بشغلهم بتكون مفتوحة الشاشة وشايفينها 24 ساعة يعني ممكن يعني ما بعرف عشان هي تكون مطمئنة ممكن وفيه بعض الحضانات يعني أنا مرة برضو سألت واحدة من الحضانات وهي من الحضانات اللي تعتبر يعني أفضل الحضانات في عمان أنه ليه ما في هذا النظام موجوده فيه كاميرات موجودة بالصفوف مربوطة بغرفة المديرة أنه بتتابع بس ليه مش مربوطة مع الأهل فبتقولك أنه مرات كمان الأهل بصيروا هم بتصلوا فيهم ليش ابني قاعد ليش ببكي ليش ما بلعب مع الولاد ليش ما بتفاعل كمان هو يعني إحنا بدنا إذا طمننا وعرفنا أنه هاي الحضانة عجبتنا وشوفنا فيها كل المواصفات والمعايير المتفق عليها عالميا وفيها الحق الأهم من حقوق الطفل اللي هو بيئة آمنة للطفل خلص خلص يكتثقي فيهم يعني لأنه بالضبط هم عم بتدرسوا يمكنهم عم بلعبوا يمكن هلأ دور هذا الولد يحكي ويقوم ويناقش الولد الثاني مش دوره يعني فهون كمان فبتقولك صار لخمونة صح ممكن وبطلنا نقدر وبتقول لأنه الأهم بس عم تطلع عطفلها مش عم تشوف إنه هلأ مازنوا دور حتاني بس هو ليس زاكر ما عم بعمل شي صح ويمكن هلأ ما بياكل لأنه مجاي عباله يأكل بعد شوي بجوع بياكل يعني بالنسبة للأكل كمان المطبخ يعني كمان قدي مهم إنه برضو إحنا بنشوف نشوف المطبخ خلق في بعض الحضانات هي بتقدم الوجبات للطفل صح بتك تكوني عارفة بهذا الموضوع إذا هن بيأمنوا الأكل برضو تتأكدي من نظافة المطبخ والناس اللي بيقوموا بعملهم الطعام وإذا أنت اللي بدك تجي بي وهو لسه بعمر صغير مين اللي بيطعمي وأكمل مرة بيطعمه باليوم ومثلا برضو في موعد للقيلولة ولا لا إذا الولاد بيناموا بيناموا بنفس الغرفة ولا في لهم مكان تاني فهو العمر الأصغر هم هدولة اللي لازم نستسألي أكثر وإذا نسا بيأخذوا ببرونة أو بيشربوا حليب وكذا أو أقات الرضعات بالضبط في النظافة تبعت هذه الأشياء ومين بيعطيها ولا لا فهذه الأشياء كلها لازم تتأخذ بعين الاعتبار وبعد أنت ما تسجلي ابنك في مكان بعد ما تعملي كل الاختبارات تبعتك حلو تزوريها مرتين ثلاثة من غير ما تكون يحاكي أنك جاي برضو عشان تتأكدي أنه كل شيء زي ما أنت مفكرة وعشان تتطمني بزيادة هلأ فيه موضوع مهم أنه بعد ما تسجلي صير ينتبهي على ابنك بعد ما يروح على سلوكياته على حالته الصحية ممكن إذا هو كان مو مبسوط بتلاقيه يصير يمرض بزيادة غير أنه هو طبعا لازم تكونوا عارفينه لما تحطوه بحضانة أصلا رح يصير يمرض شوي أكتر أولها لأنه في اختلاط مع أولاد تاني فيروسات أكتر وهيك بس هذا مع الوقت بإلا أنه تزيد منعته بس ممكن مو حالته الصحية صحية حالته النفسية يعني تكون متدايق بالذات إذا هو ليسا ما عم بيحكي أنه هو متدايق لكن هو مبين عليه من حالته أو من عاداته أو ممكن يصير عنده عادات هيك سلبية أو عدائية أو ألفاظ هيك ما بتعجبك ممكن يكون عم بتعلمها من هناك تأكدي روحي اسألي أو كمي إذا أنتي بدأت تحسي أنها متأثر عليه بأسلوب سلبي يعني وبالشيطة برضو حلو أنه ممكن بعد ما نسجل لأولادنا برضو نروح نفقد الدفعة بكتير مهم حتى الأطفال ما يمرضوا أو يصابوا بالروماتيزم أو بأمراض يعني ممكن نصيبهم من صغر يعني هاي الأمور كتير مهمة وطبعا النصيحة اللي دايما الكل بحكيه أنه إذا فيه طفل مريض بالحضانة أو حتى بالمدرسة بالصفوف الأولى الكيجوان أنه ما يبعته حتى ما يعدي الأطفال الآخرين بتخيل يمكن هاي الأهم الأمور مثلا إذا طفلك عنده شيء مرض عضوي أو أو مثلا توحد أو يعني special needs هيك فيه حضانات مخصصة لهاي الأشياء فممكن تتأكدي منها تتأكدي أنه فيه خبراء ممكن أنهم بيعرفوا عن حالة ابنك وممكن أنهم يتابعوا الحالة ويكون معاها يعني فمهم وبتلاقي فيه حضانات تستقبل زي هيك أطفال يعني وفيه كمان ممكن برضو نتأكد من الساحة الخارجية اللي بيلعبوا فيها برضو لسلامة الطفل اللعب السحسيل والمرجيح يكون على رمل مش على أرض لأنه إذا وقعوا كذا بيضل الرمل أحسن يعني بيحميهم أكتر من الأرض إنه يرتطن بجسمه بجسم آخر صلب طبعا إحنا هاي بنا ننتبه عليها كلها أشياء معايير برضو معايير الأمان والسلامة للطفل بدها تكون دائما موجودة ما يكون ش في برك ما يكون ش في أخورة يعني آه لا صماح الله هاي الحوادث عم موجودة فبدك تنتبهي عليها دائما وكمان إنه بالنسبة للساحات تكون فيها ساحات بدنا ساحات بدنا يعني شوية وقت للعب وللتأمل ولل يعني يطلع الطاقات أصلا إحنا ليه عم نحطهم عشان في عندهم طاقات ونشاط زائد بدنا إياهم بالبيت خلاص يعني استنفذوا البيت فهلأ بدنا إياهم يتفاعلوا مع غيرهم ويتفاعلوا مع هيك بيئات ويطلعوا الطاقة الزائدة عندهم والنشاط يعني اللي موجود صحيح ومن النصائح كمان اللي كانوا دائما حتى بالحضانة الإدارة تنصحها للأهل لما بدهم يسجلوا أولادهم فيها أنه مثلا ما يجيبوا شوكولاتة لأنه بتخليهم هايبر أكتر وبتخليهم يعني أشقية بشكل كبير ما يجيبواش الشيبس أو الشغلات اللي فيها زيت بالضبط هي الحضانة بالعقس هي لأنه عشان تعلمهم الأكل الصحي فهي لأنه بالبيت ممكن كل شيء بجيلهم فإنتوا الأهل يستغلوا الحضانة إنه لا أصلا ما بصيرنا أكل هاي الأشياء والحضانة دائما المفروض إنها بتمشي على هاي الأشياء الصحية وتفهمهم عن الصحة والخضرة وجيبوا هايك أشياء فهي وأهم شيء برضو نحكي للأهل لأنه ما تخجلوا لأنه هذا حقكم يعني مرات الواحد بصير إنه لا بدي أدايقهم لا حقك تسأل وحقك تفوت وتشوف المطبخ وتشوف الحمامات وتشوف الحديقة إذا في حديقة خارجية أو ملاعب خارجية للأطفال تشوف الموكيت تشوف النوعيته تشوف الألعاب بالأدوات اللي بيمسكوها الأطفال المنهاج زي ما حكيتي يعني كل هاي الأمور حقنا إننا نشوفها ونسأل ونروح يعني كل فترة وندخل ونسأل لأنه إحنا جزء منا يعني طبعا طبعا وزي ما قلت لما بهاي الفترة العمرية ما بيحكي فما منعرف هو وين أو متدايق ولا مبسوط آمن ولا لا فحقنا إننا نروح ونسأل ونتأكد وقالله يحمي جميع الأطفال والحضانة صحية يعني إحنا مننصح الأهل إنه يودوا ابنها أولادهم أو أطفالهم بالحضانة بالفترة العمرية من سنتين أو تلت سنين إذا كانت زي ما قلنا تستوفي كل المعايير والشروط هي شيء جميل إنه يروحوا بتعلموا شوي شوي أمور يمكن إحنا في البيت ما من نقدر نعطيهم بكفي التفاعل يعني هلا ممكن أنت كل المنهاجة علمية بالبيت بس هو التفاعل مع أطفال تانيين ومع بيئة أخرى ومع إنك مش موجودة كمان هذا يعني ستب جديد يتعلم كيف يكون حاله في بيئة جديدة يعني ومكان جديد شكرا إليك جمانة بدر دايما أنتي تعطينا كل إشي جديد في كل حلقة مستظيفك فيها شكرا فيكم يعني وأنه دائما عم باجي وبعطي معلومات جديدة يعني شيء حلو يعني إحنا كتير مبسوطين فيك كمان وفي يعني كتير عم بجينا ردود فعل على هاي الفقرة بملاقي استحسان كتير كبير وإنت يعني مش بس متخصصة في التفاعل مع الأطفال والتواصل مع الكبار كمان شكرا إليك وأهلا وسهلا فيك خلينا نشوف مع بعض مشاهدينا هذا التقرير من إعداد وتقديم زميلنا الدكتور داود المناصير عن فعالية قامت برعايتها سمو الأميرة بسمة بن طلال خلينا نشوفه وبعدين نرجع على آخر فقرة معانا بالأستوديو موهبة طفلة عمرها عشر سنوات بفنانة تشكيلية رح نتعرف عليها بعد هذا التقرير ترجمة نانسي قنقر